بسم الله الرحمن الرحيم نواصل أحاديثنا عن الجرثومة الحلزونية طبعاً هذه الأحاديث هامة جداً لأن لابد أن نعي تماماً لماذا هي منتشرة من المعروف أن الجرثومة الحلزونية قد تصيب الكبار كلما ما تقدم السن كلما احتمال الإصابة أكثر ولكن إصابة الأطفال واردة وخاصة في البلاد النامية الأطفال الأقل من عشر سنوات في البلاد النامية إصابة الأطفال أكثر بكثير من البلاد المتقدمة ليه هو بيحصل كده؟ زي ما احنا بنشوف الأم إزاي بتبوس ابنها وترحب بيه في حين البلاد المتقدمة ما فيش حد يبوس الطفل من بؤنا أبداً فشوف طريقة البوس إزاي حتى طريقة إنها بتأكله من بؤها تبؤه إذا كان عندها الجرثومة لابدها تنتقل للطفل زي ما بتشوف كده إن الأم لما بتيجي تأكل ابنها الصغير أو قبل ما تدي له المعلقة لازم تحطها في بؤها وتشوف الأكل ده سخن ولا مش سخن عشان ما يزيش الطفل حتى الأطفال ابتدأت طريقة الترحيب ببعضهم إن يبوسوا باعت في بؤهم يعني معناها أصبحت عادة لما نشوف الأسرة الطفل والطفلة والأم إزاي بتأكلهم بأيديها طبعاً إذا كان عندها الجرثومة وفيه احتمال كبير تكون عندها الجرثومة لأن الجرثومة زي ما بقول كده إنها في داخل الأسرة فإذا كان الأب عنده الجرثومة احتمال 68% تنتقل إلى الأم احتمال 40% تنتقل للأطفال والعكس صحيح إذا كانت الأم هي عندها الجرثومة فاحتمال كبير تنتقل إلى الأب والأولاد لما نشوف هو هذا السبب الحقيقي لنقل العدوى بالجرثومة الحلازونية بين الأزواب فإذا كانت الزوجة مصابة بالجرثومة فتنتقل العدوى للزوجة والعكس صحيح إذا كان الزوج مصاب قد ينقل العدوى إلى زوجته وعشان كده من لا إيدي وسيلة من وسائل أخرى ممكن أن تنقل العدوى بين الأزواب وفي الأسرة هذه هي الوسائل لنقل العدوى وانتشارها في الأسرة الوعي الكامل لما واحد خطبته وعاوز يبصها ممنوع يبصها لأنه ما تعرفش إن عنده جرثومة أو لا فلابد يلبس القناعة حتى إذا كان عنده ما يعرفش لا تنقل العدوى إيه اللي خطبته هكذا هي طريقة انتشار الجرثومة الحلازونية السريعة بين الأطفال وفي الأسرة وأتمنى أن نخلي بنا وأن نتعالج إن كانت موجودة في أحد أفراد الأسرة وإلى لقاءات متكررة حول الجرثومة الحلازونية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته